القصة اللطيفة الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا هي في حدي وقال أبو بكر هي في حدي فكان بيني وبين أبي بكر كلام يعني جدال مخاصمة فقال أبو بكر كلمة يعني شديدة كرهها وندم فقال لي يا ربيع رد علي مثلها حتى تكون قصاصا يعني من حرص الصديق أنه ما يكون تحمل في ذمته شيء فلما أخطأ في هذه الكلمة قال لي ربيع رد علي مثلها حتى تكون قصاصا فقال فربيع قال قلت لا أفعل فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أشكونك إليه فقلت ما أنا بفاعل يعني إيش يعني أرد عليك الكلمة يقول لك مثلها ورفض الأرض خلاص أبو بكر تنازل وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه فجاء ناس من أسلم يعني من قبيلة ربيعة فقالوا لي رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال يعني يشكوك على إيش أنت فقلت أتدرون ما هذا هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا ذو شيبة المسلمين يعني هذا 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 بعد النبي عليه صلى الله عليه وسلم على طول إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة قالوا ما تأمرونه قالوا ارجعوا هم جاءوا ينصرونها الآن قالوا نحن يعني اشتكي عليك طيب نحن نجي معك قال ارجعوا فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان فرفع إلي رأسه يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا ربيعة ما لك وللصديق ما لك وللصديق فقلت يا رسول الله كان كذا وكذا كان كذا وكان كان كذا كان كذا قال لي كلمة كرهة فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل لا ترد عليه لأن هذا هو الصحيح ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر فقلت غفر الله لك يا أبا بكر فولى أبو بكر نضي الله عنه وهو يبكي الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا